دابل الأبيع بحث المهار والوزن علو 838 متر وما عرشوش تسمعتش حاجونا ما تسمعتش برني وسط جبال حوز تيطوان وعلى علو يقارب 600 متر كالتواجد سهول تمتد لمساحات جيد شاسعة بحال شبح الخضر بين الجبال والهضاب مكان ساحر فيه طبيعة بكر هواء نقي وحياة برية هادئة بعيدة عن صخب الحياة الحديثة ومن بعد عشرين يوم من رحلتنا في المغرب كنا محتاجي المكان خالي يكون لنا ملاذ للراحة والاسترخاء ونعود ونسجمو فيه مع الطبيعة ودك الشيالاش اختارينا نجول هنايا ونفحص المهر ونسجمو فيه ونسجمو فيه واجهنا الفحص المهر مع صديقنا محمد اللي عارف المنطقة مزيان ولكن لقنا الطريق الوحيد اللي ممكن يوصلنا حتى لمنبسط الشاسع مسدود بأحجار وريمال بعلو يقارب جوج متر ونبات تفكير طويل ما بينواش رجعوا بحالتنا او اللي قول باديل ومحمد قطعر حالينا نعرفه وعلى دراعنا ونحفره باش نقصره شوية من الليلو زي رمزين على الشمال موسيقى لا 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 ومن بعد محاولتين السيارة دازت والمهمة تمت بنجاح موسيقى 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 قلب ديالي كان غاية يسكسر شليكيز رياضه تجيكك ناكلي للرملة بقوت الريح وكيفش كتصل يا سالة وخري هاي جميع هاد المكان ما يمكنش تجيلي وتمشي منه في النهار ضروري ما تخيم على الأقل ليلة باش تكون المتعة وتجربة مكتاملة عزلنا مكان المابيت اللي اخترنا هيكون خارج المنبسط في نكيت شغلوا الحيوانات ويكون قريب من بعض الأشجار باش نترقوا شوية من الريح هاد الليلة ان شاء الله قد نباتو فحص المحر في الطموبيل وصلنا هاتل هنا كان شوية صعيبة وصلناها الحمد لله هاي الجليسة اوه جميل رعما الخيول تمنا حطينا الريحال وتوجهنا مباشرة في جولة سريعة نكتشفه في هالمنطقة ويورينا محمد المكان اللي كي بدأ منه الطريق الى قمة الجبل الابيض اللي بغي نمشيوله في اليوم الموالي طبيعة هنا فيها سكون خيالي وتناغم عجيب بالأصوات الحيوانات البرية مع الرياح ومع غروب الشمس وفحص المهر كي تحول المسرح طبيعي كيريح العين بالقلب واحتى الروح موسيقى 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 استمتعنا بوقتنا كلنا وتهاودنا محمد مشى بحالاته ونحن يطلعنا الناس ومعلومة مهمة مخص اي واحد يكون عارفها قبل ما يأتي هنا لكي لا يتخلاش المنطقة فيها الجو جد متقلب وهذا الشيء اللي وقع لنا في الليل جهد الريح موسيقى اول ليلتنا في قلب الطبيعة كانت غير مريحة بحكم العلو دي الخيمة اللي كانت فوق السيارة يكفي رياح ضعيفة باش تتحركنا وتفيقنا من الناس فنخليكم تخيلوا كيف اجدوا وزنة ليلة كاملة تحت رياحة بسرعة قارب 35 كم في الساعة موسيقى 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 ريحة كثيرا فانا كالفيقني صباح الخير نجوه صباح مضبب موسيقى ولكن الشميسة تتخرج هذه هي انفص لنا ان شاء الله هل يغير توجد ونشمل هنا تطلع الشبع البيض وخلي لك أنتم متعبوا من السناج مزيان فخنا صباح بكري وجدنا راسنا جمعنا دارنا وتشجعنا لتطلع القمة الجبل الابيض على أمل ان الجو يتحسن ويصفام اللي نقرب ونوصلوا الفوق نبحنا فتركنا الجبل الابيض على الله الجو يتحسن باقي شوية على الدبابة ما يبالية بأن الغيوم بدأوا كمشي وعلى الله نطلعوا الفوق وقت وشوية الشمس على الله الشمس خرجت الغيوم كيمش ويأتي ولكن مدار صحات بزايفة بالمقارنة مع الصبح وبالمقارنة مع الليل ها هي الطريق نغم المون من هذه البلاصة الفوق لدينا 25 إلى 30 دقيقة نحن نشوف ودع باش حلغة نديروا الوقت باش نطلعوا مهمين باش تعرفوا هنا يرامكيش تشريزو ولكن فرش نطلعوا الفوق يشب شوية ماشي كل شي ماشي ماشي غالي سهلة بحت الساعة ترقرها بينا مون بسيطة عقبة شوية نسافة لنطلعوا الجبل ترقرها بينا من هنا سنشوليها هذه الساعة تبدو أنها مزيانة سنشوفوا ما غادي يكون الفوق قمة الجبل الأبيض قمة الجبل الأبيض كانت تواجد أعلى علو 838 متر عن سطح البحر وهي ثاني أعلى قمة جبلية شمال تطوان من بيض قمة جبل موسى اللي فيتها غير بثلاثة الأمتار طريق سهل وواضح ومن بعد ممرنا من الأراضي الخصبة المنبسيطة بدنا في تسلق الجبل عبر ممرات صخرية والصعوبة كانت فقط في الرياح القوية اللي لازم الواحد يرد معها البال التفادي الحوادث وفي هذه الحالة من اللي يكون شي ريح قوي دائما نجلسوا قربوا من الأرض وتشبتو بشي حجر كبير بمداز الريح الريح بشأن يا رسيل حدث إنه إن الحامران قائد صغيرين ولم تابعوه سبسلين و panel ارابيك انت تكون أأتي جاهز والسعود اللي كان كفيرها والأخيرنا نصلنا إلى المسلمين تشعروا؟ تشعروا؟ أنا إني إنوية المسلمين من القمة عندكم منظر طبيعي يشبه اللوحة فنية متكاملة وبدون أي خطأ تمكنك من رؤية شاملة من السهول الواسعة البحيرات المائية إلى غاية البحر الأبيض المتوسط في الأفق موضوع الواسعة الغابة زوينة مكان الريح على الله ماشي تلاش بزيارة تتكتخل شميسة من المنظر جميل جدا جدا من طمو بيحدة الاناية قريبا 35 دقيقة ولكن كانت وقفوا 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 وكانت موهين وفي الرجوع ماشينا تسمتع أكثر بالقرب من الحيوانات البرية هنا تعيش الخيول البرية حرة في الطبيعة وبجنبها العديد من الأبقار والثيران ويعيشوا بكل حرية ويجريوا في الحقول بدون أي حدود الشيء الذي يجعل هذه المنطقة تشبه لشي محمية طبيعية محروصة بالجبال والهضاب المحيطة بها ومازال بعيدة من السياحة الجماهرية ومن هنا بغينا نوجهوا رسالة الله يجازيكم بالخير اللي يمشى لأي مكان يخليه النقي كيف ملقاه أو أحسن تعملوا وتصرفوا في الطبيعة كما كتتعملوا في بيوتكم كيف مكتبغو تلقاوا الأماكن نقية من اللي تجيوا لها خليوها نقية اللي من بعدكم موسيقى نقية اللي تصرف أماني ورحبا نقية اللي تصرف أماني لنقية اللي تصرف أماني من المساعدة من السياحة كيف مستهلة لنقية اللي تستمروا لكي يجب أن نقية اللي تصرف أماني أي شخص من المساعدة أفضل أماني لنقية اللي تصرف أماني ومع ذلك ومع ذلك ما هي صدق 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 ويجب أن يكون هناك طموبيلات لكي لا يكون هناك لذلك لا نزلنا ولكن الله أعلم لقد وصلنا كنت وصلنا إلى أماكن بك إيمان لذلك جيدة ترجمة نانسي قنقر مصرحび اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ان شاء الله اشتركوا في القناة ونجدوا في القناة لدينا الجدوء و تزريبا وعرب السعب جميع الوصف جميل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ومن هنا تزريبا البارح هادي جاء هادي لا قطينا نخويها تصوروا هادي كان بحرب حالها واخوينها كامنا ادت الجريمة ادت الجريمة اشتركوا في القناة وانا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وطورنا لكن هاشتركوا في القناة وطورنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بذلك لا أراه بلاد ساعة 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 هناك في ؟ تسياريز اراف ساعة محمد ودعنا البارح مش بحالاتهم ونحاولي اعملنا كيف حفرنا هذه البارح كان معنا وعمار سبارك الله عليهم ولكن اللي أعزف كان خدام مش بحالاتهم البارح في الليل واتصبح هذا وصفي غير مقصدنا منها شوية بشيء واتصحنا في مدوزة انتهى طمو فيلا اريد ان يشغل مجموغ الماء اريد ان يشغل موضوع اوال المارح مش بحالاتهم في الرونا وكذلك كنا نحفره وقد نحره لان القرم لك من ان تحركها يدخل معك ايدي انظرت وضع لأنهم نستمتع بأمر في الوصف والمصف المجموع من الظرف الدخول تصدق الوسطاني في حجرة وقعنا الزهر كاملة كرملة لا تحنى في حجرة يعني لتحسما كي وقع الوارف يكررها كشوية كرملة ومفلوس رهها عالية وخاركة